وبعدين يا وافي ما عرفش والله حضرتك أنا ما عملتش حاجة أنا كنت ساق عربيتي عادي في أمان الله البهوات يعني وقفوني ونزلوني من العربية وجابوني على حضرتك ما عرفش ليه اللفة دي كلها يا حريك لو كنت كلمتلي في الموبايل كنت جتلي زي كل مرة ما انت جتلي مرة واثنين وثلاثة وما خدتش منك عقاد نافع عشان طلب حضرتك مش عندي والله انت هتفضل تلف والدور ما تخلص هو حضرتك عايزة مني يا أستاذة مصيد تفضلي ده الشيكل اللي حركت ديتوني أنا ما صرفتوش عارفة طيب يبقى احنا كده خلصين مش انت اللي تقولي هنخلص امتى يا وافي احنا حنخلص لما تقولي رضوة فين هو ليه حضرتك مفترض ان انا عرف استخدمت معاك كل الطرق بالمحايلة التفاوض الفلوس ومفيش حاجة نفع معاك انت اللي حتضطرين يتصرف معاك بطريقة مش هتعجبها خالص اكيد حضرتك مش هتعمل كده يعني عليك أستاذة القانون يعني ومعروفة وهكيد عارف اينا عقوبة الخطف وضربه البلطجة مين قالك ان انا هعمل كده ومن الرجال اللي وقفين معاك دول وقفين ليه هسألك للمرة الأخيرة رضوة فين يا وافي معرفش كمان انا هخليك تتكلم اه اه لا مش هينفع لأن الموضوع فعلا مش مستحمل اي تأخير موضوع ايه؟ رضوا موضوع ابو زيد مالها؟ عرفت ما كانها وجيتها بلغ سيادتك فورا وعرفت ما كانها منين؟ لا مش مهم المهم تروحوا تلحقوها قبل ما تهرب تاني ونبقى ما عملناش اي حاجة